بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم بالمحاضرة الأولى من مساق Data Structure and Algorithms محاضرة مهمة جدا بعنوان Introduction لأنه حنبني على هذه المحاضرة كل المحاضرات اللاحقة خلال فصل المواضيع اللي هنأخذها المحاضرة هاي طبعا عنك عن الموتيفيشن تعريف الخوارزمي ما هي ما هيتها مصطلح Time Complexity Sympathetic Notations والAlgorithm Analysis وحنشوف كيف نحسب بالCalculating the Time Complexity for Algorithm هنحكى على Space Complexity والفرق بينهو بين Time Complexity وآخر شي حنطرق لأسئلة الواجب لأنه هذا النظام اللي هنتبعه لأهل الفصل بإحنا نكون عنا أسئلة الواجب من ضمن المحاضرة أو في نفس الفايل طيب أول شي نحن يجي على الموتيفيشن الأول فيه عندنا problem مشهورة اسمها LCS problem احتصار لي Longest Common Subsequence وخليني أنا أشرح لك إياه بجي أرجع على التعريف تاحه هانا هيك الفكرة هان أنه نحن موطة معاي string معين زي ما أنت شايد وهذا string بيقولي هاتلي The Longest Match Subsequence فباللاحظ إحنا طبعا طلعنا إنه هاي AATCG AATCG هاي في اتنين شبه بعض كنفس السيكونس وطبعا ممكن يكون إيش من الدخلات في بعض هدا هي بشكل سريع هدا هي البروبلم اللي بنحكى عنها وإحنا عايزين نجيب The Longest Match Subsequence هادي اللي إحنا بنسميها LCS المشكلة أو البروبلم الهدف منها To find The Longest Strings زي ما شفنا That is A Subsequence Of Each Strings From A Given Input Strings يعني ممكن يكون The Longest Coming Subsequence In the context of Bioinformatics طبعا لما تحكي كلمة بين Bioinformatics حيجي على بلنا إيش DNA والبروتين Sequence طبعا هدا موضوع كتير مهم لأن هادي عالم DNA وعالم البروتين Sequence هو اللي بيساعد الصينتس العلماء ليحددوا إذا كان هادي الموليكل يعني كيف الموليكل هدولة بيساعد 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 يعني كيف تبدأ عملية المرض كيف الانبولفين كيف بيسير طبعا لابدوا من هم يصلوا طبعا إلى مستويات دقيقة واللي هو مستوى الدياني ومستوى البروتين سيكون والآن هم هنا طبعا إذا هم قدروا أو إحنا قدرنا ككمبيوتر سينتست أو اي تين نحن نساعدهم بالحصول على الـ وآخر طبعا ستتعلق بالدياني والبروتين سيكون هنا فبيقدروا هنا طبعا هذا والهلب ديم يساعدهم تفاين نيو أن بيتار طبعا الصورة شفناها قبل شوي والفكرة تحت الدياني نحن بنعرف الحمد الوراثي للإنسان اللي هو طبعا يتكون أو يكون منه الكروموزون والفكرة الهيومن ديم بأن هو مكون من ثلاثة مليار بير بير يعني اللي هو زوج فاللاحظ هاي جي سي تي اي هذول أكم بير تلات ففي كل شريط الوراثي هذا طول عبارة عن ثلاثة مليار بير يعني فعليا أكم من لتر ستة مليار لتر طبعا هنا اشتركت مجموعة من الدول لمشروع الهيومن جونون بروجيكت وهذا طبعا أخذ وقت عشر سنوات وكلف ثلاثة مليار دولار وطبعا احنا قلنا هذا اشتركوا الهيومن دياني وبالفعل طلعوها وحددوها والآن صار دور العلماء بأنهم يبدوا يدرسوا هذا دياني والملاحظات اللي عليه إلى آخر فطبعا هذا دياني يكون نعرف طبعا المعلومات عامة لا أشترك في التفصيل فيها اللي هي من اي سي جي تي ثلاثة هدول وطبعا اختصارات الكلمات هدول والفكرة اللي هنشوف بأننا عايزين نجيب the longest match sub sequence في السترينج نفسه في الدياني نفسه ونشوف هالجين هذا مثلا أنه بتكرر أكتر من مرة أو نقارن الدياني مع الدياني ثاني يعني مثلا علاقة اب بابنه علاقة دياني انسان بحيوانات مثلا إلى آخر فطبعا هذه الدراسات فتحت أبواب لدراسات كثير المشكلة المشكلة مش هان المشكلة بأنه في المثال اللي معي هانا بدأ واضح أنا مقدر نطلع نحن آه هاي في عندهم مشتركين AATCG وATCG هان لكن المشكلة لما الموضوع بيكبر زي هاي طبعا هل طلع لي the longest match sub sequence فأنت بلت استشعر بصعوبة الموضوع فما بالك لما بيكون عنده طول اللي هان قدي ثلاثة أو ستة مليار لتر تم تخيل طبعا لا يمكن لإنسان ان يحل مشكلة زي هاد وانه يحصل أو يجيب the longest match sub sequence فطبعا في الطوله ستة مليار وبالتالي هاي بيجي دور مين بيجي دور الكمبيوترز عشان يتحل لنا الاشكالية هاد الكمبيوترز طبعا الكمبيوتر طبيعا الحال لا يفهم فانطريق نبرمجه باستخدام لغات البرمجة وفي عنده انواع من لغات البرمجة لكن فينات المطاف الهدف واحد هاد البرنامج اللي نعمل الكمبيوتر طبعا البرنامج اللي هيعمل الكمبيوتر بحيس انه يطلع the longest match sub sequence البرنامج في الاصل كان عبارة عن خطوات معينة بتوخد هاد السترين ك input وبتطلع لك output من اللي هو the longest match sub sequence لان الخطوات هاد اللي هتوخد ال input وتمشي step by step عشان تطلع لك ال output مجموعة الخطوات هاد بنسميها algorithm بنسميها الخورزمية أو algorithm طيب فالالغورثم طبعا في نهاية المطاف هتتحول لكود مكتوب بلغة برمجة وهذا هيتم تطبيقه على الكمبيوتر فهيك الالية طيب الان احنا نبدأ نكمل مع بعض في موضوع motivation يعني احنا هنا شفنا في المثال اللي معنا بانه هذا motivation بورجيني هنا اهمية الخورزمية عشان تقدر تجيب لي the longest match sub sequence لإيش للDNA الهيومن دNA أو حتى أي دNA آخر من الحيوانات عشان نعمل عمليات عليها وندرس عالم اللي هو الامراض وإلى آخره ولازال طبعا العلم قايم على الكلام هذا وحيستمر طيب شغلات ثانية برضو احنا بتفيدنا في ضرورة الخورزمية اللي هي موضوع الوذر بريديكشن كيف احنا بنتبع بالطقس تنبؤ بالطقس نفس الفكرة هو طبعا فيه عندنا متغيرات كتير وهذا المتغيرات كإنسان بيقدرش انه يعمل معادلات هذي بشكل يدوي عشان يقول لك قدش هتكون درش الحرارة بكرة في مكان معين فهذا بيطلب طبعا الكمبيوتر انه يدخل ومدام الكمبيوتر اللي هيحل المشكلة هذة اصبح هو يحتاج الى خورزمية وتكتب بيحدى لغات البرمجة عشان تسير كود وينفز ها الكمبيوتر فبرضو ما هي الخورزمية اللي مبنت عليها الوذر لانه تحك انت على معطيات هائلة وطبعا متغيرات كتير وهذا يحتاج الى خورزمية عشان تعمل الوذر ونحن بنعرف اهمية الوذر طبعا بالنسبة للزراعة وبالنسبة لموضوع للصيد السمك الى اخر نفس الشي عالم الانكريبشن والدكريبشن طبعا نحن بنعرف موضوع السيكوريتي واهمية السيكوريتي بالذات احنا نفتحنا الان كل العالم صار كل جلوبال فبالتالي موضوع الانكريبشن والدكريبشن شي اصبح جوهري ونحن بنحتاج الخورزميات تعمل الخورزميات تعمل وكيف نحمي حالنا يعني مثال ثاني هنا زي voice recognition اشي الخورزمي تعمل كيف تميز عن اخر اشي الخطوات اللي عملوها وطبعا نشخف المجال هاد نفس الشي facial recognition كيف يقارنوا بين شخص وثاني وهذا بيستخدموه في عالم الجرائم في عالم التشخيص الى اخر فهذا الامثل اللي احنا شفناه والمثال اللي شفناه في الاسلايد الاول هو اساسه مبنية علي الالجوريثم مبنى علي الالجوريثم وعشان وهكذا هنبدأ ندخل ونعرف مع بعض ونشوف مع بعض ما هي الالجوريثم اول شي كل خط regardless whether your computer is an algorithm كل شي انت الان بيشترة عال za компьютer هو algorithm يعني ان الموس اللي بحرك هاد هاد الموس لم مربوط في حركة الموس الى الماسو احداثيات معينة بشيب معين وهذا مبني على خوارزمية معينة حسب البرنامج اللي هو فيه اليوم أنا هذا بعطينا المؤشر هنا في البرنامج في البرنامج تاني مؤشر تاني ممكن يكون حركة إلى آخره نفس الشيء اللي احنا شايفين الشاشة تاعت الباور بوينت والتيكس الاخر كله هذا فينا كل البرنامج اللي احنا بنشوفها وإدارة يعني البرنامج اللي موجود في الرام بالإدارة اللي بريد يدير البرامج هادي اللي موجودة في الرام بالبرنامج اللي بيدير البرامج هادي في السي بيو نفسه برضو عبارة عن خوارزميات في عالم الخوارزميات في كل شيء في كل شيء طيب نبدأ نعرف ما هي الالغوريثم طيب انتبه معنا لانه هادا التعريفات مهمة طبعا هادا مواضيع نظرية لكن احنا بحاجة لإلا لانه هادا اسس احنا خلاصي بس هكون في المحاضرة هادا فقط بعدك بسير الامور ايش يعني تطبيقية واسهل شوائي اقل جفاف انالغوريثم الخوارزمية is a well defined حي ملاحظة هاد لازم تكون well defined a computational problem that takes بتاخد some value or set of values as input وباندي produce شو بتاعدي بتطلع some value or set of values as output in a finite amount of time يعني في وقت نهائي تعريف تاني an algorithm is a sequence of an ambiguous computational problem انالغوريثم is a sequence of an ambiguous طبعا ال ambiguous يعني فيش فيها غموض computational problem steps that transform the input into the output in a finite amount of time التعريفان هنا يعني مباشر مش صعبين اي خوارزمية لاحظ احنا الكود عندنا مثلا هو الكود هي صورة تانية للخوارزمية الخوارزمية لازم تكون عبارة عن خطوات وهاد الخطوات واضحة ومحددة وهاد الخطوات بتاخد المدخلات وبتطلع المخرجات خلاص والان هاد الخطوات لازم تكون لتحل مشكلة الكمبيوتوشنال problem ويلازم تكون خطوات هاده زي ما هنشوف الان لما نحكي على الكاركتريستيك تاع الخوارزمية السؤال بالاول هانا شو يعني الكمبيوتوشنال problem من قامتل عليها لتوضيح الصورة زي مسلا عايزين نجيب prime factors of a given integer عايزين الكمبيوتوشنال problem عايزين نعمل sorting نعمل searching عايزين نجيب the common match زي ما شوفنا the longest match the least match الى اخره عايزين نجيب the shortest path in a given graph على سبيل المثال هاده كلها عباره من امثلة الكمبيوتوشنال problem طيب نيجي الان لحادي اسم الكاركتريستيك يعني احنا بالاول شوفنا ما هي الخوارزمية عرفناها التعريف العامهار وحاتوضح كمان شوي مع الوقت الخوارزمية اللي حل كومبيوتوشنال تتعامل مع كومبيوتوشنال وكومبيوتوشنال ربما حكينا الان ثلاثة عدة الان algorithm characteristics خصائص الخوارزمية وهذا الشروطها لابد من توفر الاربع شروط هذوله عشان نقول عن هذا الخوارزمية is an algorithm غير هيك لا تعتبر الخوارزمية خوارزمية ففيه characteristics للخوارزمية اول شي كل خوارزمية لازم يكون لها ايه input والoutput ها طبعا ممكن يكون one input او ايش multiple inputs يعني value قيم ولازم يكون لها ايش تطلع بين هات المطاف output وهذا output قد يكون رقم one value او ممكن يكون more values multiple values كلام واضح والكلام هذا احنا اريد شوفناه وين في التعريف نكمل من شروط او من characteristic algorithm اللي هو definiteness ايش تكون ايش well defined well effectiveness يعني لازم تكون effective اول شي كلمات definiteness اللي هو معناته انها well defined معناته ان الخطوات تعات الخوارزمية well defined وانها ايش unambiguous فيش فيها غموض clearly specified واضحة هذا الشق الاول الشق التاني كلمة effectiveness انه تعني انه effective يعني كل خطوة انت عملها في الخوارزمية تصب نحو الهدف وما فيش عندنا اي خطوة redundant اللي احنا بنسميها ايش ازيادة باللاحظ من التعريف فانا في الشقة التالت هنا واضح لانه عبارة عن شقين definiteness والايفيكتبنس والاثنين طبعا مع بعض يهتبروا واخر شي موضوع انه يجب ان تكون نهائية ما بنفعش الخوارزمية طبعا تم شغالة او كنت شغال indefinite لا بنفعش لازم فينات المطاف ينتهي وطليع لأوتبوت معين فبالتالي بقول الالغوريط must terminate after a finite number of steps with correct output يعني طبعا فينات المطاف لازم تنتهي الخوارزمية واذا لا تعتبر خوارزمية لاحظ الكاركتوريستيك فعليا هم مستنبطين من التعريف نفسه بمعنى كلمة الانبوت والأوتبوت لاحظه بمعنى منابعا نحن نمعنى منابعا بالتعريف التالي موضوع الافكاتف 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 منابعا ما نقوله well defined يعني ما فيش عندي ايش غموض في كل خطوة من خطواتها الشقة التانية بانها نفس الشيء ما فيش عندي شيء طبعا والشيء الاخير هنا موضوع اللي هو الكون نهائية ولاحظ كلها داما اللي بنتهن التعريفين بكلمة او جملة زي ما انت شايف هنا هاي هذا هي تعريف الخوارزمية فموضوع الخوارزمية موضوع بسيط احنا حنوضحها اكتر الان لما نحكي على موضوع اللي بروبلم استيتمت يعني انت في التقفد شرح هنا لما حكيت لعالكمبيوتشن البروبلم حاضر جبنا لك احنا امثلة عالكمبيوتشن البروبلم شو يعني بروبلم اساسا هي كلمة بروبلم هان احنا بنمثلها عن طريق بروبلم استيتمت بانو احنا نحدد ايش الانبوت يعني مثال هنا بقولي البروبلم استيتمت يعني فعلي لما عايز انا عايزك تحليلي مشكلة لازم اعطيك بروبلم استيتمت بقولك هاي الانبوت مسلا راح تمسك الانبوت وهتعمل خطوات معين انت هتحددها لما في نهاية المطاف لتطليع للاوتبوت مجموعة الخطوات هذول هيك اللي اخدت الانبوت تانا هيك وحولت ليها للاوتبوت زي ما انت شايف هنا هيك هي الخورزمية طبيعة الخصاص الخطوات الليها لازم يكونوا ايش وطبعا في نهاية المطاف لازم تنتهي باوتبوت اما الكي موجود في الاري او الكي مش موجود في الاري واضح هذي هي الخورزمية بشكل عام وتعريفه طيب تعالي نشوف موضوع السيرش عشان يعني نتعمق فيه اكتر لاحظ هنا انا هنا معطيك problem statement وقيل لك هنا list of numbers وkey الاوتبوت حيكون ياس إذا الكي موجود او الكي مش not found طبعا لاحظ هنا ايش معطيك انا قيل لك اه بس دير بالك الاري اللي معنا هان مكونة من مئة مليون sorted integer فبالتالي لاحظ انا الخورزمية لطلب لك اياه هتتعامل مع sorted list هتتعامل مع sorted list طيب تمام ايش المشكلة فش مشكلة عندها حجم الاري هانا مكونة من مئة مليون sorted integer والكي هانا اللي بدنا هو السالب واحد يعني القيمة اللي احنا احنا ندور على داخل المئة مليون sorted integer مش موجود فيها سالب واحد لانه فعليا احنا sorted هاد بالعمدن طبعا نعمل كلام هاد تبنى من الصفر من الصفر لحده مئة مليون وبالتالي السالب واحد is not in the ary is not in the ary يعني موضح لك هو هاد طبعا احنا في عنا بدل طريقة في طريقتين بما انها الخوارزمي و sorted فتحتنا ببين اما الخيار الاول انو هنعمل موضوع sequential search والsequential search الفكرة تعته بسيطة انا حاجة اقول لك حاجة ال element الاول وبقرنه مع الكي اذا بسويه هذا احنا قلنا لك اخطلنا من الكود وقلنا لك found بسوهوش حقرنه مع ال element اللي بعديه بسوهوش على ال element اللي بعديه لما في حال المعنى اللي هان بما انو احنا عنا هادا سالب واحد ومش موجود في ال ary وعدد ال element عندنا 100 مليون اصبح هادا سيكونشل سيرش هتعمل 100 مليون عملية مقارنه واضح الطريقة التانية او خوارزميه تاني يعني هاي خوارزميه مشهورة اللي احنا سميناها السيكونشل سيرش خوارزميه تاني اللي هي ال binary search واللاحظ اللي مكتوب هانا ليست الخوارزميه هادا بنسميها coded algorithm يعني خوارزميه مكتوب بالكود تاحه هادا خوارزميه تاني وهي الكود تاحه تمام طيب الطريقة التاني هي طريقة ال binary search والفكرة تعتها انا احنا هنحكي عنا بالتفصيل فعليا في عالم search algorithm بس بما انها هادا sorted مباشرة بدي ااجي اشوف يعني بدي اكسمها بالنص هل الكي عندنا مثلا اكبر من النص اذا اكبر من النص هنتقل على الشق الاكبر يعني بعدين بقارن الى اخر وطبعا احنا عنا نشوف موضوع احنا نشرحها بالتفصيل فكرة ال binary search فباللاحظ احنا هاي الان في two algorithm بيحلوا نفس المشكلة طيب جاينا هانا ايش نعمل عايزين احنا مسلا مما انه في عنا في خوارزميتين والخوارزميتين صحيحات وبطلعوا لي نفس ال output فاحنا الان دخلنا في موضوع المقارنة عايزين نقارن بين الخوارزميه هادا والخوارزميه هادا فاحنا ايش كان ممكن نعمل زي ما انا عامل هانا عملت ران لتنتين زي ما انت شايف وهذا الكيه طبعا not found وانلاحظنا احنا ال sequential search اعطاني اخد وقت مئة وعشرين الف ميكروسكند ال binary search اخد الف وستة وتمانين ميكروسكند بين عندنا هنا ايش اقل طيب ماشي لو عملت ران كمان مرة عملت نفس الكود على نفس الجهاز مباشرة برضو اعطيني رقم باختلف وانا برضو تغير عندي رقم بتاع الميكروسكند يعني مشكلة يعني الموضوع ان هنا مش سابط طب هادا التغييرات اللي صارت يعني خليناك تب موضوع بال sequential search لو قلت لك هنا قديش سرعة اللي هو خوارزميه تاعت sequential search ما احنا موضوع السرعة احنا معنيين فيه يعني قديش الوقت اللي اخدته sequential search عشان تعمل sorting او searching لكي مش موجود في الري حجمها مكونة من مئة مليون sorted انتجار اول مرة عطتنا رقم مية وعشرين الف تاني رقم خمسين الف تالت مرة عطتنا سبعة واربين الف وكذا طب يعني مش ستيبل الرقم هذا طب ايش المشكلة المشكلة هنا بانه هاد الارقام تغييرها لسبب رئيسي انه ممكن يكون احنا في المعالج نفسه في اكثر من برنامج شغال يعني مثلا في المرة هاده كان فيه عنده مثلا برنامج الاكسل وكان الجوجل مثلا مفتوح وكانت مثلا برنامج نفرض الكورلدرو مفتوح او النيتبينز مفتوح فعطتني طول معي الوقت لانه لما انا سكرت البرامج زي برنامج الاكسل وبرنامج الويبسايت او الجوجل مثلا حان اعطتنا وقت اقل لانه قلت عندي عدد البرامج اللي هتشتغل سيملتين يصلي دخل المعالج طيب ماشي طال لكن هذا الكلام احنا مش مجده يعني فنات المطاف ونشعرفني انه يعني في قديش برنامج شغلة على المعالج لانه احنا في عنا باكراوند بروسيس طيب الشغل الثاني انه ليش هذا الكلام مش افشنت برضه يعني انا اليوم لو انا سألنا اي احدا فيكو قديش قاعدة سيكونش سيرش انا ممكن اعطى رقم مية وعشرين الف مايكرو سيرش طالب تاني سيقول لك خمسين الف طالب تلاتين الف طالب سيقول لك تلاتمية الف مايكرو سيرش وبالتالي هذا ليس ارض صلبة ممكن نبني عليها عشان نعرف قديش اللي هو سرعة خوارزمية السيكونشل سيرش مش صح نستخدم احنا اللي هو نظام المايكرو ساكند والنانو ساكند والميلي ساكند الاخره مش صحيح ليش لانه هذا برضه الو متغيرات تاني وهذا كلام بنوضحه الان هان نقرأ مع بعض فقال لي هنا كمبيرين بتوين كودت الالغوريثم يوزن اربتراري تايم از نت افشنت از نت افشنت ليش لانه ممكن هذا يتغير depending on many factors معني مثال ممكن نحنا ممكن نحنا is there other programs running at the same time زي ما حكينا في المثال المعنى هنا ممكن ان نحنا قديش مواصفات الكمبيوتر نفسه يعني سرعة المعالج كام هذا هتفرج يعني اما نحنا نقول لك قديش سرعة الخوارزمية عنده سرعة حسب مواصفات جهازك هل هو اسرع من جهازي اقدم من جهازي الاخره اضيف الى كمان معيار ثالث انه طب اي لغة برمجة احنا استخدمنا لغات البرمجة اللي احنا استخدمناها يعني هذا مكتوب بلغة جابا طب لو كتبناها ببيتنا هل ستكون اسرع بسي بلاس بلاس اسرع بسي بلاس اسرع الى اخره فبالتالي هنا دخلنا في موضوع يعني هيك تصار عائم مش واضح للمعالم ليست ارضية صلبة نقدر نبني عليها لكن هنا الارضية الصلبة نبني عليها ما هي هذا ثابت بغض النظر وين الخوارزمية تطبقناها انه اول شيء هو عدد يعني عدد الخطوات اللي حتلزمني للخوارزمية انا كانت في مرة هاد يعني مثلا تعالي الجماحة هنا هيك مثلا هذه تحتاج الى مئة مليون خطوة عندك تعالي الجماحة تلاقيها برضو مئة مليون اي شخص تاني مئة مليون بغض النظر لو تغيلت رغة البرمجة لو تغير الحسوب مواصفاته كان تشغال مع برامج تاني ولا لا ملوش هيعتباره احنا رفعنا يعني احنا طلعنا من يعني من عنق الزجاجة هادي طبعا في موضوع الاحسابات تاعت الاربتوري تايم فبالتالي احنا صار تركيز لان على عدد الاستيبس او عدد الاوبريشن اللي هتعمال الخوارزمية ممتاز لانه هذا كلام واضح يعني عندنا احنا مئة مليون يعني في مثالي عندنا مصاني سيكوانشل سيرش احنا عندنا مئة اكم اكم من مقارنة هتسير اذا كان عندنا مئة مليون سورة انتجر والكي مش موجود هتقول لي نعم بكل بساطة هذا سيكون مئة مليون عمليات مقارنة تعال نشوف في البانره هتختلف الامور شوي هذا الكلام اللي نحدده في السلايد اللي جاء احنا احنا ايش نعمل ممكن طبعا نعمل احنا 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 نعمل جوانشل سيرش الاجوريتم اللي انا عايزة قارن بين التنين باستخدام ايش عدد او عدد الارتبات يعني في السلايد اللي هنا قاعد نقارن بينهم من خلال من الوقت نحن نقارن بين خوارزميتين عن طريق عدد الـ عدد الـ الطريقة الأولى نحن نقارب فعندد الإشجاب لا يوجدها فعند Baks testimonials فعندد لأنه هنا سيضطر يعمل كل عمليته وفي الآخر سيلاقيه لكن ممكن في سيناريو ثاني ممكن يكون الكي في أول إليمنت فهيك مباشرة يعني في إيش عملية واحدة مقارنة ويلاقي مين اللي هو التارجت أو الكي هذا بنسميها البست كيس عن الطرق لقيله قدام طيب بالتالي هذا الخارزمي في حالة الورس كيس ستحتاج مقارنة مقارنة عشان نتطلع للأوتبوت عدد الاستيبس هنا سيعطيني كام اللي هو مليار نعم مليار كمبارسة بالنسبة للبايناري سيرش الطريقة تختلف تماما والأبروش على الخارزمي مختلف تماما وبيضبط فقط لما تكون سورتت زي ما هتشوف بالتفصيل بعد هيكد لكن هذا هتوقت الوقت أقل بكثير من ناحية للعدد الأوباريشن أنا بحكيش وقت كاربتر طايم بحكي كعدد الأوباريشن المحتاج للخارزمي لتخلص في المثال اللي معناها نفس السيناريو سوف نفترض ان الطارجت لا يوجد في المثال اللي معنا عدد الآن مكون من 1 مليون المثال والسيناريو طبعا هذا فهمنا الورس كيس ممتاز عدد الكمبارسون اللي نحن محتاجينه لغ الآن بيزي 2 وهذا الشي غريب سنوضح الكلام هذا بعدين يعني بمعنى عدد الاستبس سيعطيني لغ الثنين للميت للمليار احنا قريب سيطلع لهو إيش واحد وتلاتين لان انت اضرب اثنين واحد وتلاتين حيطيني ايش الرقم هذا طيب الملاحزة هنا في سواء الظنين يعني الحين احنا وهذه كمان نقطة ثانية طيب ماشي يعني هل هذا كان يكفي هل هذا كان يكفي عشان اجري اجري بخوريزمي مليار رقم وأجرب على الخورزميتين في المثال اللي معي هانا وأنا هانا يعني حكمت على الخورزميتين من مثال واحد من خلال إنه هذا عمل لي مليار عمكم برسن وهذا واحد وثلاتين فأقول إنه هذا الخورزمية أفضل لكن الموضوع إحنا عايزين نرتقي لمستوى أعلى شوية إحنا مشيين في الاتجاه السليم بقول لي هانا إحنا عايزين نعرف طيب مثال لو كانت إحنا آن نعملنا لها ضبل يعني صارت عندنا هان عدد الآن يساوي 2 مليار بالتالي في الحالي هاد حيكون عندنا 2 مليار إيش مقارنة في السيكوانشل سيرش حويفر في حالة اللي هو البياناري سيرش حتزيد عنده فقط ون مور كمبارسن بس عملية مقارنة واحدة شوف المفارقة وين وهذا هو جوهر الموضوع فبالتالي عنده حيصير عنده عدد العمليات تلاتة وتلاتين كمبارسن هذا في حالة البياناري سيرش طبعا هذه ملاحظة كثير مهمة فإيش بيقول لي هنا بيقول لي نلاحظ انه البوث الالغوريثم بيهيب ديفرانت له وين ان ضبل لما احنا عملنا ضبل للأن هنا في حالة السيكوانشل سيرش طبعا صار ضبل لعملية ليش للوقت أو لعدد الأوبريشن لكن هنا لما عملت لها ضبل في عدد الآن من 1 مليار لتنين مليار بس زادت العمليات عملية واحدة فقط هذا طبعا شيء يعني مدهش بالفعل وهذا اللي طبعا دخلنا في المرحلة أو المستوى الأعلى إنه إحنا الحيني أنا ما تقول ليش قديش بيخد عمليات حسابية كرقم ثابت زي هيك أنا عايزة تقول لي هاد الخورزمية لما عدد الأن بيكبر لما الإنبوت بيزيد هاد الخورزمية هاوت بالبهيب يعني كيف هاد الخورزمية والبهيب كيف حتتصرف فاهم كيف طيب فالسؤال هانا لان صار تركيزنا لان في اتجاه إنه هالتصارع تاريخ تاريخ متسارع جدا بطيء وسط ضعيف سابت تصارع خيالي هاد اللي إحنا بدنا نصلى إله طبعا هاد النقطة اللي هي إحنا بنسميها إيه التايم كومبليكسيتي بنسميها إيه التايم كومبليكسيتي اللي حتوضح لنا كيف فاتت الخورزمية هاوت والبهيب لما عندي عدد يعني انترم يعني كيف الابريشن هانا والبهيب حتتصارع أو حتزيد مقارنة بأن لما أن جروز أو تزيد يعني العلاقة هادي أو الفنكشن هاد اللي إحنا بنسميه إيه التايم كومبليكسيتي اللي حنوضحه طبعا في السلايد هاني طيب قبل ما أحكي في موضوع أنا التايم كومبليكسيتي إيش عملت أنا عشان برضو مدام الموضوع أنه عايز أنت تشوف ما انت نقلتنا لمستوى أعلى أنت الحيني رحت أنا عملت عملت رن للبرنامج أكتر من مرة هي مرة تنين أربعة ستة تمانية تسع مرات في كل مرة كنت مثلا حطيت عدد الأن عشرة إليمنت وجعتها الطلاع في السيكوينشل أخدت أعطتني ميت مايكرو ساكن في البايناري أعطتني تمنتاش بوينت أربعة لما كانت ميت إليمنت زيتم عشر أضعاف هذي زادت ميت وتمانية وخمسين مايكرو ساكن هذي تمانية وعشرين تعال نمشي لما صارت ميت ألف أو مليون إليمنت هذي قعدت تلاتين تلات تلاف مايكرو ساكن هذي قعدت أربعين مايكرو ساكن لما صارت るاني 200 مليون هذي قعدت تمانية وستين ألف مايكرو ساكن هذي قعدتappe 42 مايكرو ساكن يعني هن اذا بتلاحظ انه أنا عندي كل ما بتزيد عند الان بيزيد التسارع أو يعني التتسارع اللي هو عدد العمليات لكن احنا هنا برضو تتسارع لكن التسارع هن комнаيت بحيث بطيء بطيء جداً وهذا طبعاً النقطة هاد هي مربط الفرس فجيت انا رسمت الكلام هادا كغراف زي ما احنا شايفين لان الجراف بيعطينا هيدخلنا في موضوع تانو هادا نقطة مهمة باننا عايز اشوف قديش يعني الخوارزمية كيف والبهيف شايف في حالة البيناري سيرش وكيف الخوارزمية بهيف في حالة اللي هو السيكونشال سيرش لما فقعدنا احنا نضاعف في قيمة مين في قيمة الان إلمنز فباللاحظ احنا تقريباً الخوارزمية هاد الي هنا اللي هي باتمثل بالبايناري سيرش انو يعني قديش بزيد عند الاليلينت يعني تتسارع بطيء عدد الـــ الـــــ الــأوبريشن فبالتالي هي افضل من الخوارزميه هاد لان هذه الخوارزمية عند 200 مليون تحتاجت الى شايف قديش لعدد من الـــ imports عشان تقدر تتمم او تنجز العملية. فطبعا احنا هذه النتيجة اللي وصلنا لها نتيجة مهم جدا وهذا احنا اللي صار يطلع معنا اللي هو الفنكشن. هذا فنكشن مين على مين فنكشن اللي هو تاع الان على التايم او الرننج تايم. فنلاحظ احنا في حالة هذه الفنكشن اللي هاني مبين انه يعني زي ايش بنسميه زي اللينير نحكي عنا. انه بزيد الان وهذا برضو معه بشكل لينير بزيد معه. لكن في حالة البايناري سيرش لا التزايد او هانا مش لينير لي. اقل بكتير وبالتالي هذه الخوارزمية تاعت البايناري سيرش افضل واسرع. طيب الكلام اللي حكينا عنه نرجع الان نبدأ نعرف ما هي التايم كومبليكستي. فقال لي هانا ده رننج تايم بحكي له طبعا احنا على المثال اللي خدنا قل لي ده رننج تايم فور ده سيكونش الان بايناري سيرش الالغوريثم. المثال اللي شفناه مع بعض. اذا فونكشن. اوف افتس ايمبوت سايز يعني عبار عن ايش. فونكشن يعني الرننج تايم هاي شايف كيف. عرفنا كفونكشن من الامبوت سايز زي من تشايد. هذا بنسميه تايم كومبليكستي للالغوريثم. شو بتعمل هادي التايم هاي احنا كوانتيفايز ١٧٠٠٠ٓ أميونت ٰۡ٠٦٠٧٠ٺ توقع بسانكشن فال Lol offshore فلاحظت نحن كيف نمثلينه كفانكشن واضح؟ فبقول لي هانا لاحظ هذا الشكل اللي هان هيكون تقريباً نفس الشكل اللي هتعمله الخوارزمي لو انكتبت بلغة تانية على كومبيوتر تاني الى اخره وان هذا اللي عايزين نصل الى له عشان نطلع من الحرج تاعة الاربيتري تايم والتعقيد تاها فاحنا الان بدينا نبني أرضية صلبة ممكن نبني عليها بانه هنعتمد النظام الفانكشن هانا عشان نشوف تصارع العدد العمليات حسب الزيادة في العدد المدخلات هذا احنا سلنا بهك اللي احنا بنسميه التايم كومبليكستي للأرغوريما فبقول لي هانا لاحظ الكلام اللي حكناه انه هادا طبعاً الفانكشن تعنا ستكون الى الانجوريثم لأرغوريثم لا تقريباً ما هي الاندلائي هاردوير سبسيكيشن او بغراميك لانجوريثم اللي هو يوز لكودها الآن هانا نحتاج التايم كومبليكستي في الالغوريثم عشان تساعدنا لأرغوريثم تساعد التايم كومبليكستي عندما تتحرك الالغوريثم لأرغوريثم لأرغوريثم التايم كومبليكستي اول شيء التايم كومبليكستي هذي اللي احنا بنقدر نستوضح من خلالها البيهيب التايم كومبليكستي لما تكبر عنا عدد المدخلات هذا التصرف نصرنا مركزين عليه وهذا التصرف نمثل كفانكشن وهذا الفانكشن نسميناه التايم كومبليكستي ممتاز الان التايم كومبليكستي لم يحتاجه لكي يوجد حال ونحتاجه في حالتين بدرجة أسيد الحال الأولى عشان نقارن بين خوريثميتين يعني احنا في المثال اللي معنا كانت عندنا الخوريثمية الأولى اللي هي خوريثمية والخوريثمية التانية اللي هي البايناري سيرج باستخدام التايم كومبليكستي خلاص واكتشفنا هان بان البايناري سيرج هي افضل هنوضح الكلام برضو بشكل اكتر من هيك كمان انا برضو التايم كومبليكستي انا محتاجها عشان انا احل الخوريثمية الالغوريثم أناليسي واشوف يعني اذا كانت تايم كومبليكستي عادتها يعني انه كتير عالي وهذا طبعا يعني بتاخد اوباريشن كتير خوريثمية بنفع اطورها بنفع اعدل عليها يعني مثلا احنا في من ضمن الشغلات اللي هنشوفها مع بعض خلال كورس زي تقريبا في تمانية او تسع كلهم بعملوا لكن هنقارن ما بينهم وكيف هنقارن ما بينهم هنطلع تايم كومبليكست عشان نشوف ان هاد افضل من هاد ولا هاد افضل من هاد الى اخرى واضح طيب طبعا بقول لي هانا الالغوريثم افضل träستغوية ale الالغوريثم تايم كومبليكست بالعادة نحن نحصل عليه و نعمله و نحصل عليه و نعد عدد الخطوات الخورزمية ما هنا لا يعقل انا كل خورزميتين او اعمل لك اللي هو ايش اعملها زي هيك و ارسم لك الرسمي زي هيك و اقول لك اتفضل لا هذا طبعا الطريقة للتوضيح بس انحنا انتقلنا من المستوى هذا عشان نحصل على ال time complexity من خلال طبعا طرق تانية حنشوفها في سلايدات جاية و يبقى لك هنا طبعا ال time complexity هنا بتاع الخورزمية احنا حنمثلها باستخدام الماثماتيكال نوتيشن اللي احنا بنسميها بيج او بنسميها ايه بيج او هاد اللي حتوصف لي time complexity بتاعت الخورزمية طيب طيب نشوف فانا time complexity اللي طبعا الاكتر تداولا وهدولا مشهورين اول شي طبعا مشهورين طبعا مشهورين time complexity طبعا مشهورين و اللي حيمروا معنا خلال الكورس اول نوع بنسميه constant complexity constant complexity احنا عرفنا complexity اقولنا هو عبارة عن function لعدد العمليات او operation حسب عدد ايش اللي هو ال an او input فلما نيجي نقول لك هنا معناته انه هادي الـ time complexity بياخد fixed number of steps no matter how large the input size increases يعني هنا زيادة عدد الـ input بأسرش في العمليات ملوش دعوة سابق نشوف اللي بعدية حيوضح أكتر logarithmic complexity بيقول لي هنا هادي الـ complexity where the number of steps needed grows by one unit each time the data is double ونقفنا شوي لأنظر الكلام احنا مار عنينا او عشنا مع بعض يبدأ اول شيء اعيد كمان مرة الـ constantan مفيش علاقة فعليا بين الـ input size ومين وعدد الـ operation بمعنى عدد الـ operation بيكتمه ثابت بغض النظر عن size تاع الـ input لكن في حالة الـ logarithmic هانا ايش بيقول لي بيقول لي عدد الـ operation هيزيد one unit كل مرة لما نضايف من عدد المدخلات او الـ input بيزيد مين عدد الـ operation بشكل linier له و هذا الكلام شفنا وين هاي خوارزمية خوارزمية السيكوانشل سيرش اذا نقدر لهان نقول انه البايناري سيرش التايل كومبليكسي تاعته هتكون عبارة عن ايش اللي هو بيج او لغ الان او بمعنى اخر انه خوارزمية البايناري سيرش هاز لغريتميك كومبليكسي هاز ايش لغريتميك كومبليكسي بينما السيكوانشل سيرش هاز ايش لينيار كومبليكسي او التايم كومبليكسي تاعت اللينيار سيش تساوي بيج او الان واضح يعني سرنا الان نعلم على الخوارزميات بإحدى اللي هو التكتس هدولة خلينا نسميهم لانهما دول هما الاشعر نكمل مع بعض ونشوف اللي هو النوع الرابع اللي هو الكوادراتيك الكوادراتيك يعني السكوير معناتي انه يعني عدد الستيبس او الوبريشن بيتضاعف او كل ما بنا بتزيد من عدد الان يعني اذا عدد الان عندنا اربع عدد الوبريشن هيصيره ستعاش عدد زاد واحد صارت خمسة هذيك هيصير خمسة وعشرين عدد الوبريشن هاي معناتي النوع الخامس اللي هو الاكسبونانشيال كومبليكسيتي اللي طبعا تو تو دا باور ان او ممكن تكون اي رقم غير اثنين لكن انا بنسميها اكسبونانشيال كومبليكسيتي هاد الكمبليكسيتي يعني يقول لي هاد اكسترا يونيت اف داتا امبوت شايف اكسترا يونيت واحدة يعني لو بننضيف المنت واحد على الامبوت ركويرز ايش دابلينج اللي هو ده ريسورسز او اللي فعلين كلمة ريسورسز هان عشان وضيحها اللي هي ايش اللي هو الوبريشن عادة الوبريشن وبالفعل يمين عكس اللوجريتمي كروز في اللوجريتمي كروز احنا هانا اذا بتلاحظ كان عندي عدد العمليات بيزيد عملية واحدة لما تتضاعف يعني لما نعمل عدد المدخلات هنا العكس في حالة مين الكمبليكسية العكس كل ما نضيف واحد على المدخلات تتضاعف عدد العمليات واضح شوف قديش شوف قديش التصارع في عدد العمليات مقارنة بتصارع تاعد اللي هو حجم او المدخلات طيب اخر شي اللي احنا بنسميه بشكل فكتوريال والفكتوريال هنا انه طبعا يعني عدد ال بشكل فكتوريال حسب اللي هو الان وطبعا فكتوريال هي هي اكبرهم وهدول هما هما الاشهر تايم كومبليكسيتز وحلاحظ احنا موظم الخورز مثل هنحكي عنا وحنشوفها طبعا هتين درج تحت واحد من هدول او هيتبعوا واحد من هدول طيب الرسمة هنا بدأت توضح كمان شغلة ثانية انه لاحظ الخط الخضر هذا اللي احنا بنسميه constant ولاحظ هنا الكنستانس انه مع انه الان الان هو الان الان بزيد الا انه لاحظ عرض العمليات ثابت هدا سمينا ايش constant الوق الان وهدا شايف حتى الرسم متاعته هنا هيك شبيهة برسمة مين ال binary search اللي ما عملنا احنا جيبنا الجراف تاها نفس الشي لاحظ الان هادي اللينيار يعني بزيد عندي وعدد الوبريشن بزيد برضو بشكل لينيار له اللي وراه هان اندلوج الان هتمر معنا احنا هادي بنسميها الكوادراتيك يعني اما ان تربيع ان كيوب الاخرة لاحظ قديش التصارع تاها يعني قديش ان انا عندي هانا بتزيد قديش التصارع هانا بسير هانا تصارع اكتر في عدد العمليات ونفس الشي لما نحكي على exponential شايف التصارع اكتر واكتر عن مين عن اللي هو الكوادراتيك واخر شي الفكتوريال اكتر واكتر منه كل هدول كلهم فا احنا كل ما بنقدر اذا قدرنا ان احنا تكون عندنا التايم كومبلكسي يعني تنزل لتحت هيك يعني نقرب على constant او log الان او 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 ونحاول نبعد عن مين عن هدول هدولة very expensive كلمة very expensive انه هدولة غليم من ناحية اللي هو time complexity غليم من ناحية عدد العمليات عشان الخوارزمي ايش في مين بالرسم هات تاعت اللوغ شايفها اللي هي باللول اللي ازرق كمان مرة ارجع هيك وهذا الرسم اللي هنا لاحظ شبيهة بايش بالرسم اللي هم تاعت اللوغان عشان هيكد بالضبط هدا هو المطلوب الان احنا عندنا اي خوارزمية راح تقع في احد هدول الكتاكوري يا حنقول عنها constant يا حنقول عنها الكمبلكس اللوغ الان يا او ان يا اللوغ الان يا اللي هو factorial او exponential او quadratic الاخرة حتنتمي ولاحد من هدولة زاهي عشان هيكد احنا بعد ما شفنا الرسمة يبقى الخط اللي هنا حنقول هدا هي الانها linear والبايندر اللي اعطتني كانت time complex تاعتها big O log الان تمام طيب الان ها انا بقول لي احنا بنستخدم ال big O انتشار نوضحها اكتر لانه هي provides an upper bound للغروثري بتاعت الالغوريثم هنوضحها اكتر يعني هدا نتركها الان في السلايدات الجايه هنطرق لها بشكل يعني مفصل اكتر لكن احنا هنا في نهاية المطاف احنا بس نستذكر او نراجع مع بعض اللي خدنا لحدة النقطة هاي اول ما بدأنا كنا مسكنا الخورزمية وعملنا رن للكود تاحة وكنا نطلع قديش هاد الكود بيقد ب نانو سكن او ميلي سكن لكن وجدنا الكلام انه هادا مش فعال تيجي عوامل كتير بتغير في القيمة اللي تطلع معنا اللي هي الاربتر لتايم من ناحية انه ممكن يكون برامج مشتركة من ناحية نوع الكمبيوتر مواصفاته سرعته نوع لغة البرمجة الى اخره فبالتالي احنا يعني انطلقنا لمستوى اعلى وابعدنا عن منهاج هذا وروحنا على موضوع ان احنا عايزين نعرف اللي هو عدد العمليات وبالاصح عايزين نعرف انه تسارع عدد العمليات لما عدد المدخلات بزيد كيف التسارع بزيد شوف كلمة التسارع هي هذا موضوع هذا هو الفنكشن اللي احنا بندور عليه وهذا اللي هيكون طبعا ثابت لكل الخوارزميات بغض النظر يعني ايش اي برنامج شغال او اي لغة برمجة او اي كمبيوتر الى اخره هذا صار هو المعتمد وهو الى حد ما نوع من استيميتد يعني ابروكسيميتد هو تقريبي يعني هو فعليا الرسم اللي انت شايفها اللي بلول ازرق هنا هيك هي طبعا تقريبية يعني هي مش بيل بالمية زي هيك لكن هو تقريب مقبول وطبعا احنا متفق عليه وصار او ايش معتمد بين علماء اللي هو الحسوب او الاي تي طيب الان احنا هنا بيقول لك احنا الان في موضوع تايم كومبليكسيت تاعت الخوارزمية بدت توضع عنا الصورة وانت حطينا هنا هاي في عنا مراجع او معايير وهدي المعايير اي خوارزمية هتنتمي لواحد من هدول لكن احنا عشان نعرف الخوارزمية هادي التايم كومبليكسيت تاعتها هتنتمي لأي واحد من هدول هنعمل عمليات معينة لكن بيقول لك قبل هيك احنا في عملية الانالايزنج للخوارزمية راح نلاحظ برضو تلات حالات انا معنى ان اشرحهم يعني في المحاضرة هاي اللي هي موضوع البيست كيس والأفريش كيس والوصف ولاحظ احنا كلمة وورس كيس مرت معنا في اول سلايد لان احنا شفنا في موضوع السيرش هنا ان احنا بنا ندور على على نفحص او نعمل الخوارزمية في حالة الورس كيس تاعتها وعشانك انا نجيت مثال بانه عدد الان كان ضخم وكان عند الكي اللي بدور عليه مش موجود في الاريه هذا اللي احنا سميناه الورس كيس انما البيست كيس هنا طبعا انا نقطة معينة عند حد معين هو ملوش معنى فعليا يعني انت بتقول لي طيب احنا عندنا خوارزمية فيها يتفضل هاي عندنا مليار اليمنت وانا كنت حطي لك الكي هو اول اليمنت ففي حالة السيكوانشل سيرش خلص عملية واحدة مقارنة واحدة وحيلاجيه بس هل هاد البيست كيس بيانتلي قوة الخوارزمية او بيانتلي قديش تصرفها او البيهيفور تاعتها لما عدد الان بزيد ما بينتليش فعشان هيك تدير بالك حنا التركيز كله عالمين على الورست كيس نشرح هان الورست كيس هو المكسمم نمبر او الوبراشن او السبس نيدد فور اجفن امبوت او حنرمزلو بالبغ او في الباست كيس هو المنموم نمبر عرض الأقل من الـ ستحتاج الخوارزمية بنسميه وطبعا الباست كيس نحن شفنا في مثال السيرج تعنا في حالة السيرج بتكون أول إليمنت في العرية لكن في حالة البايناري سيرج إذا انت فاهم الخوارزمية صح تاعته أو الكود صح لازم يكون هو إيش ده ميد الإليمنت اللي في النص بكون هو الكل اللي ندور عليه خلاص بعدك مش هاكمل يعني فقط عمل عملة مقارنة واحدة وانتهى الموضوع الأوذر كيس هادى إيست نتكومل مش كثير مشهورة بس هي طبعا credible وباسترد بها أنت تحتاج الموضوع لكن التركيز اللي هام هو ما موضوع الأوذر كيس اللي نستخدم هو اللي هو البيق أو علشان نقدر نوصفه طيب نجلل أسم بوتاتيك أطلقا طبعا اسم هم ايش الثلاثة هدول هكي اسم هم اسم بوتاتيك نوتشن زي ما نشايفين يعني احنا خلينا عمل حباس السكراتشان من الآبار و المسكين و المسكين و المسكين نمثله مع المصدر a sympathetic notation دخل a sympathetic notation تصرف طرع كافي الانهظر بدونه على المنزل ifi الانهظر تصرف افضل صعب صعب aOFF يمكن لا يمكن ان الخوارزمية يزيد عرض العمليات عنه لا يمكن يزيد عنه مقارنة بأن نسميها هذه نسميها وطبعا هي الاشر على الإطلاق لأنها تركيزنا كلنا عالميا على الورث كيس لكن الأوميجا هنا هي الباست كيس وكلمة الأدنى من العمليات تحتاج الخوارزمية لتخلص في حالة السيرش تاعتنا هي محتاجة عملية مقارنة واحدة فعليا وبتطلع من الكود وخلص ولقى الكي لكن في الأبر باوند هنا لا احنا هذا الحد الأقصى الماكسيمم عملت المليار عملية مقارنة في حالة السيرش وفي نهاية المطاف ما لقيتش من الكي عشانك هو الاتجاع كله والتركيز دائما هتلاقيه على البيج او نوتيشن وآخر واحد اللي هي التيتا اللي هي طبعا الافريش كيس طبعا مش هلاستخدام نحن نركز اكتر على موضوع الباست كيس والوارست كيس وبالذات الوارست كيس في خلال طبعا درستنا الخوارزميات خلال المحاضرات القادمة الآن نيجي احنا حنستفيد كيف يعني بدنا نشوف الاسم بارتا ديكنديشن ففي حالة البايناري سيرش لما نقول لك بيج او لقى الان انت اش فهمت علي فهمت انه اه هادي هي حالة الوارست كيس انا معرف لك الوارست كيس اللي هي طبعا الينيا اللي هو سوري كونستان سابت لانه فقط هتكون عملية وعملتين ماكسما بغض النظر يعني قدش بتكبر قيمة المدخلات الافرش هتكون برضه ازا ما انت شايف اللي هي التيتا لوج الان نفس الشي في حالة السيكوانشال سيرش طبعا لما اعطيك بقول لك التايم كومبليكسي لما اقول لك التايم كومبليكسي يساوي بيج او الان فبتعرف انه نحن نحك عن مين على الورست كيس ولما اقول لك اللي هو الاميجا الوان يعني هتعرف انه حالة الباست كيس طبعا لما بكون عندنا الالمنت الاندكس في الاري والافرش كيس الافرش كيس اللي هي طبعا التيتا الان هدا في حالة مين طبعا احنا هنحكي بالشكل اكتر في موضوع البيس كيس والورست كيس لما نيش مع بعض امثلة ونبقل نشتغل على الخوارجميات خلال المحاضرات القادمة طيب هدا الموضوع بنهاية المطاف الهدف من كل المقدمة هاد عشان موضوع الالغوريثم نحن عشان نحلل الخوارجمية فاحنا لاحظنا هن لما نحلل الخوارجمية نحللها ليش عشان نقارم بين الخوارجميات او عايزين نطور في الخوارجمية نفسها طيب مااشا كيف بنحللها؟ بنحللها ان احنا بنحصل على الان تايم كومبلكسي تاعتها عايزين نجيب مين التايم كومبلكسي تاعتها تعالوا نشوف ان التاريخ ايش حكي عنها قالنا هنا الانه هي دراسة تبروفايد تيوريتكال استميشن لان عملية ايش تقريبة اذا لاحظت تبعطيني شوه الاكزاك يعني رننج تايم للخوارجمية يعني انت بعد ما تحدل الخوارجمية مش هتعطيني بالظبط اكمنان وساكن الخوارجمية اللي عتقعد انت هتعطيني ايش استميشن اللي عملية تقييم يعني تقطير او مختصر تقريبة اذا بالتالي هتعطيني بروفايد تيوريتكال استميشن كلمة رسورسس قصده فيه تايم والاسبايس يعني التايم اللي هو يعني عرض الاوبريشن اللي حنجريها اوين في مقارنة او حنجريها على السي بيو ال for the required resources of the algorithm to solve a specific computational problem برجع نفس الكلام هو هو لاحظ هنا it does not give an accurate values بعطينيش قيم دقيقة او وقت دقيق لانه مش هاده هو الهدف لكن هي بتعطيني ايش estimates فالالغوريوم هتعطيني ايش هي estimates عشان هيكد احنا يعني الناتج تالالغوريوم اناليسس هيكون in term of a sympathetic notation يعني upper bound lower bound lower bound كله تقريبه طيب it gives estimates which can be used to study the behavior of the algorithm لانو كمان مرة هو الهدف من الاناليسس شوو نحن ندرس البيهيفر تالالغوريوم بالذات لما عدد الان grows طيب او عشان نقارن بين ملطب الالغوريوم هالحين بقول لك نفس الشي we need algorithm analysis عشان ايش to compare between algorithm and to improve its time complexity لازم نعملها algorithm analysis طب the time complexity is estimated by كيف بنحصل عليه وطبعا ايو هاده هي طبعا المستوى الاعلى الان قاعدين هنصل له بانه type complexity كيف بدي احصل عليه ماشا انت the time complexity قلتنا بانه احنا حن we'll describe it باستخدام big o notation حاضر ماشا بس كيف هنجيبه فهنا هنجيبه هل انحنا نرسم اللي هو الرسم هاده هيك اعمال لك زيك وعطيك لجراف زيك واقول لك استنبط ال f of n او ال function طبعا لا لانهذا كلام ياخد جهد كتير فهنا شنعمل هنحصل على time complexity هي by analyzing its code statement line by line هنشوف الكلام هذا بالتفصيل وطبعا احنا فحنمسك الكود وحنمسك نعمل الكود نعمل tracing line by line ونشوف كم مرة هبدو يتنفذ وكم عملية هنحتاج ونجمع عرض العمليات كلها هيك احنا هنطلع اللي هو من time complexity لأي خورزمي الموضوع بسيط لن نحتاج graph عشان نرسمه ولا هنعمل table عشان نعمل 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 من غير ما نعمل حتى نعمل نقدر نطلع من time complexity الخورزمية بقولي طبعا when describing لما نكلم time complexity للخورزمية هنحكى عن مين عال مرة هو بدي بيين قوة الخورزمية في حالة وليس والكلام وضحناه لما حكينا في حالة sequential search نعمل على نعمل نعمل على تصارع الخورزمية by H expressing its term of the most significant term in the algorithm time complexity function ونحن في عنا فقط single processor وابعدين طبعا عملية مرة بشكل سيكوانشلا نحن عارفين في موضوع الكون عملية الاسسايمنت تأخذ one unit of time ما قالي one unit of time يعني عملية الاسسايمنت تأخذ ما هو unit of time اه طبعا هو مش رادي يقول لي قديش يعني اكمنانه second او ملي second ما اتفقنا مش عايزين نحكي في الموضوع حاض احنا سرنا نقول unit of time وخلاص بغض النظر unit of time اللي عندي هنا قد تختلف على unit of time اقل او اكتر من unit of time على جهازك انت حسب مواصفاته والمعايير اللي حكينا عنها طيب ايش قزنا في الكلام هذي يعني عشان نوضح لاحظ هنا احنا حنيجي الان على الكلام معين وفي الكلام هنطلع على statement ساعته خلاص لما نيجي على statement زي هاد عايدين نقول هاد ال statement بتتطلب اكم unit of time عندي هنا بتتطلب one unit of time فكلمت الاسيمنت هان هتحتاج فقط one unit of time ممتاز ليش لانه هان عمل عملية creation للاي وضاف اللي في الصفر هاده بتتم فقط in one operation step واحدة هلا بنحكي طبعا في الاسمبل الان طيب لكن تعال نشوف اللي وراها لما اجي قل لي i to save 7 طب ليش هاد صورت مين لانه بقولني هانا اه هاد ال i بدي في الاول اعمالها فتش يعني بدي اجيب قيمة i هي i to share لين بعدين بعمل عملية مين التخزين تخزين السبع جوة ال i يعني بالاول بدي اجيب i بعدين اخزن السبع جوة هاد عملتين لكن هاد عملية واحدة لانه هانا في الفعل هو created هو عنشاء ال i والصفر جوها هاي معناه طيب هانا مسلا ما نقول له return لاحظ return statement take one unit of time زي return الاي طب ليش هان خدت ايش اه هي return في حد ذاته بتاخد one unit of time بس الاي ليش هان يعني لو قلنا له return السبعة one unit of time لكن return الاي two units ليش two units لانه كمان مره بدي يعمل فتش لمن للاي يعني مش بدي اجبرنا مين ايش قيمة اي هاد عملية العملية التانية بعمل عملية مين الرتير بعدين الاريتماتيك اوبراشن بتاخد جمع طرح ضرب قسمي مقارنات كل هاد بيوخد one unit of time logical operation بيوخد اللي هو طبعا اكبر من اصغر من اللي هو الامبرسند الاند والاور الى اخره والنات كل هاد بيوخد برضي ايش one unit of time هانا مسلا لو قلنا له system that out that print الاي هذا community of time اثنين ليش اثنين لان اول شي بدي اعمل فتش لمن للاي بعد ما يجيب قيمتها هاي العملية التانية بدي اعمل عملية الطباعة يبقى two units هانا ثلاثة ليش قللي اي يساوي اي زاد واحد طب ليش ثلاثة هاد اه حيجيب الاول على قيمة مين الاي لازم يجيب قيمتها بالاول بيعمل عملية فتش للاي بعدين العملية الثانية عمل عملية الجمع مع الواحد العملية التالتة والاخيرة هي عملية التخزين في الاي نفسها تلاثة عملية طب i تساوي اي زاد اي زاد اي طب هذي ليش اربع عمليات نفس الفكرة هو هيجي اعمل فتش للاي عشان يجيب قيمتها بعدين نجيب عملية الفتش لقيمة جي يعرف قيمة جي عبارة عن ايش يعني تشير لأي الرقم التي يخزن فيها هي عملية العملية الثالثة التي عملية الجمع والعملية الرابعة والأخيرة هي عملية من التخزين في الأي فبالتالي أربعة يونتس ثان ثلاثة يونتس في تايم لماذا؟ لأن نفس الفكرة هنا بيجيب فتش آي بيطلع لإشقيمة آي هاد عملية بيعمل لود لإلها وهنا بيعمل لود لآي عشان نجيب لإشقيمتها بعدين بيعمل عملية مين المقارنة بينهم طبعا الكلام هذا الوحي يوضح أكثر فعليا بس عندما بدأينا أن نبني على النظام هذا هذا يعني انف نعتبره بس هتوضح الصورة أكثر ليش لما هادة اللي بدها توي يونت وهادة بدها تري وهادة فور يونت أكثر لما توقض لهي مادة تصميم تصميم تنظيم الحسوب أو اللي هو معمرية الحسوب يعني في الاسمبلي هنا هتوضح الكلام هذا ايش أنا قصد ان هادة تري يونتس أو فور يونتس واشمعنا ليش بيعملوا ذلك بشكل أكثر طيب بيقول لي هانا نضرب the lower order turns وبعدين نضرب the constant شو هادة تريد نوضح الكلام هادة اول شي بيقول لي نعم جينا احنا وقعدنا نحسب في اليونتس اللي هنا ومثلا عدد المدخلات ان وهذا حيطلع عنا في نهاية المطاف جمعناهم مع بعض حيطلع عنا هي طبعا نشوف امثلا بالتفصيل بالكلام هادة الان بيقول لي بعد ما اطلع هادة الكيواجين كله هو فعليا هادة الكيواجين كله هو هادة time complexity لكن احنا حكينا time complexity بنشيل منه عشان حنستخدم ايش البيج او نوتيشن بروفايدز ايش ابر باونت اون the growth rate of an algorithm by expressing it in terms of the most significant term خلاص يعني فعليا هانا drop the lower order term فهذا الكيواجين يعني مش صح اقول لك time complexity n square زائد 3 n زائد واحد خلاص احنا هو عملية استيميشن ابقى هادة هتشيل هادة ال lower order وهتشيل lower order هادة وهنبقى فقط على مين على n square فصارت عنا big o n square فايش ال big o عملت هنا big o شالتنا مين وريحتنا من اللي هو lower order هادولا واشان هي كد هادة هنا سميناها مين ال big o نوتيشن وبالتالي لما نعرف احنا نعرض time complexity اللي خورزمية بنستخدم ال big o نوتيشن لانا بتشيل عنا اللي هو لازيادات لانه بالفعل هنشوف كمان شوية انه هي ملهنش اعتبار ملهنش قيمة الزخم مش موجود هنا الزخم كله موجود وين في n square لانه هاده هي the most اللي هي significant term هي هاد طيب اللي بعديه انا لما نقول انه جينا عملنا في الكود وطلعت عنا r n square زائد 6n زائد 100 نفس الشي هنشيل هاي المية ونشيل ال 6n وحنخلي ال 4n square بس برضو بقول drop mean constant يعني كمان ال 4 ايه شيلها لانه برضو ليست هي مشية الزخمة الزخمة مركز وين على n square فبالتالي الجملة اللي هان برضو هتساوي big o n square big o n square وفي ملاحظة هان الان بطلع انا على كواجن لهان ولكواجن لهان انا بلاحظ فيه اختلاف بينهم ومعذا لك طلعت النتيجة النهائية انه هذا n square وهذا n square شو اول شي احنا حكينا في من ضمن التعريف اذا تطلع على السلايد اللي فقلنا انه time complexity يركز على estimation عملية التقريب وحنا عايزين نعرف الخوارزمية هذا time complexity هذا حيقع تحت اي common time complexity ومش انا حكينا فيه constant linear logarithmic quadratic exponential factorial بالضبط هذا حيقع في اي واحدة لانه هما مرجعية فهذا هيقع في quadratic وهذا اي دلالته دلالته انه لو بنا نرسم نحن function تاحه لما بصير عندي عدد الن huge وهذا ملاحظة مهمة ليش يعني مثال لو انا عندي عدد الن هنا خلينا وضح النقطة هاي عدد الن لو كان عندي خمسة طبعا هذا بصير بتفرج معي اكتر لكن لو ان مليار بصير هذول ايش ملهم مش معنى ان هذي بصير مليار سكوير مليار سكوير اصبحت لا تقارم في مين في الثلاث مليار هنا و زاد واحد ما هنا اعتبار فعشان نعمل اضراب للقيم وهان نفس الشي تخيل ان هذي لو كانت مليار يعني الستة ان مل هاش اعتبار ويعني تفهم كيف والمية هذي ملاش اعتبار وحتى الكنستان ملوش اعتبار ليش الكنستان مش هيغير في الشيب بتاع الفونكشن لو رسمنا الكلام هنا هيك وطبع الان سكوير فعليا هي رسمتها زاهد اعتبار زاهد حي لذا كانت هذي يعني انت ارسم لانت هذي حالها مثال هذي ارسم لك واجن اللي هان او 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 مشكلة هذي هذي واجن رسم لي ايش هيطلع عندك يعني تن زاهد مثلا جرب لحالك وعندنا احنا اربع ان سكوير زى ستة ان حل لقيه برضو يعني الى حد ما يمكن زي هيك لكن الطابع العام هم مخدات الشكل هو هو تعت من تعت الو ان سكوير واضح لانه فعليا البيق او بتريح نا من موضوع لخمة اللي هو هذول الزيادات واللور تير والكون ستان طيب نجع المثال الثالث لها نفس الشي هذا لور البعض وهذا لور تير وطبعا هنشيل من الكون فريحتنا فصارت البيق جساوي او ان سكوير خلصنا وارتحنا فبقول لي هانا لاحظوا لتسكرايب الوقت من الالغوريثم يعني عايزين نجيب الكمبيكس بتاعته نظر الناس الامبيد از كبير عشان بكل سهول من نجاح الكون والكو وإصدار الانجيب الوقت المثال الوقت الان هنا نحن نحن لاحظ اعتبار في حالة ان لما تكون ضخم جدا ونحن شغلنا كله لما يكون عدد هو حجم ان يكون ضخم جدا طيب تعال نشوف هنا نبدأ في الكون الكون تايم موسيقى 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 أن الناس الوقت يحتاج الوقت للعمل موسيقى 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 كموس موسيقى موسيقى هذا عنده المثل كله هو الصم هذا ما فيش عنده operation انتجر result يساوي xz y تعالوا نشوف هنا هادا اكمة operation عنده يبقى نحب ده من 10 من وين من 2 وعند ال return فيها عمليات هذا اربعة فش في عملي يبقى تركيزي عمين ال line 2 و line 3 انتجر result يساوي xz y اول شي نعمل fetch لل x عملية نعمل fetch لل y عمليتين عملية التالتة اللي هي مين عملية الجمع وعملية الرابعة هي عملية التخزين مباشرة في ال result اللي انشأناه جديد يبقى عندي هنا اربع عمليات واحد زائد واحد يبقى شايف ال line number رقم اثنين اكم عملية operation عندي اربع عمليات يبقى عندي يحتاج هذا اربع unit of time return result ذاكرين هو هيعمل fetch لل result هنا وبعدين يعمل عملة return فصرت عنده واحد زائد واحد يساوي انتين فعليا t of n اللي هو t اللي يخصى لكلمة time time complexity يعني للكود اللي هنا هيساوي اربع زائد اثنين وحيساوي ستة ومضيما هدا رقم زي هيك ملوش اعتبار في ان يعني ان صارت مليار ولا مش مليار ما فيش ان عندنا مش مربوطة فيها بالمرة فحنا سميناها هنا ايش constant وطبعا يبقى time complexity هنسميها big of age of one طبعا الرسمي تاعدها في الاكسيكيوشن شايفها ال constant algorithm هادي حجم ال data او ال input بيمشي هيك وهذا الاكسيكيوشن time وحنلاحظون ايش متأسرش بالمرة طبعا ارتفاح من ها اللي هي معنات اللي هي مين الستة هنا شايفها اللي هي الستة يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ستة لكن الشكل او الشي بتاع الفنكشن هيكون عبارة عن line سابت اللي احنا بنسميها ايه constant نقفانا هيك ونكمل انشقة تاني من المحاضرة لاحقا